الاسد عايز ايه? الاسد عايز يحتفل هو مستني احتفال يمكن يكون احتفال بالارتباط ارتباط رسمي او اه مستني احتفال بعيد جواز عيد بلاد في مناسبة الاسد متوقع ان هو يحتفل بيها عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكو. نفسه شريكو يديلو حاجة هو مستني منو حاجة سبكو بقى من نهاية لا مش شرط يكون فلوس مش مستني منو فلوس مستني يديلو حاجة مستني منو عطاء من نوع المين حتى لو اهتمام يعني شايف شريكو ازاي شايفو بيتخلى عنو بيبعد عنو مش قريب مش قريب بالدرجة الكافية على اقل ده انا بحاول اقولها بقلطف طريقة ممكن بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها وايه واسايبه ورايح بحتة تاني. اه شريك الاسد عايز ايه? شريك الاسد هو هو حابب يديلك مشاعر عايز يديلك مشاعر اكتر معرفش ايه اللي موقف ويمكن يكون حاجة بينك وبينه مثلا انه انت ممكن زعلان منه في حاجة انا مش قادرة فهم بس هو عايز يديلك مشاعر. نفسه في برج بينكم نفسه يتهد. نفسه يتهد. بصوا بقى افتكر ان البرج اللي بينكو ده ده شخص. ده شخص. الشخص ده او حتى ممكن تكون صفة فيك في الاسد. نفسه انها تتهد ويحل محلها حاجة احسن. او في حاج عمل لك غشاوة على عينيك يا اخليك مش مقيمة الموضوع صح. واللي باكيدي ده حاجة كارتة حنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي? شايفك خبر حلي. يعني انت بتسر قلبه بتدخل في قلبه السرور. حاجة طاقة ايجابية بحثة يعني. الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة. انتو شكلكوا داخليني على مرحلة جديدة. ومرحلة حلوة. او دخلتوا فيها بالفعل. ده كارت زواج. كويس? انا بشوف كارت زواج. او التوجه نحن الدين. او بتمروا بظروف فحشاية الدنيا. يا ده يا ده. بس في حاجة جديدة هتحصل. في حاجة هتشتغلوا عليها هتصلحوها في حاجة هتتصلح زي ما انتم شاهدين هو قاعد يصلح حاجة. في حاجة هتتصلح. كويس? انا مش عارفة ده شغلك ولا شغل شريكك. بس اللي حسسني انه في حد هو اللي مسابق بمشكلة بينك وبين الاسد. الكارت ده. شايفين هو قاعد ده واحد ملك وملوي هدوم وقاعد وحاجة حلوة جدا. وجنبه هزا الكائن الطفاي دي. ده بينصحك مصرح مش كويس. ده مش بيتمنى لك خير. في طرف العلاقة دي بتاعة المجموعة الثانية للاسد مشوش على رؤية حد في هم. يا اما الاسد او شريكك. فاهمين قصدي? بس افتكر انه هو الاسد لان اللي نفسه الغشاوة النساح هو شريكك في اسد. تي حد مسيطر عليك. مش مسيطر عليك. انت مددينه ودنك. الشخص ده مش كويس. ما فهمك صورة غلط عن شريكك. البرج ده لما هيتهدى هتبتدي تشوف الصورة اوضح وهتشوفها احسن. وهتشوف يعني شريكك او حبيبك على حقيقته فعلا. مش بالصورة للشخص ده او البني ادم اللي بيوسويس لك ده. اا مصورها لك. لا. كمتو قصدي? رقمة بينكم حلوة جدا. زي ما قلنا الاسد مستني احتفال. مستني عطاء او حاجة معينة من شريكه. الاسد شايف شريكو بيبقى عنه ومش دي الحقيقة. انا مش شايفة ان دي الحقيقة خالص. شريككو بيحبك لاسد. وعايز يقدم لك اه الاهتمام وكل حاجة. بس في حاجة وقفة بطريقه. في حاجة مضايقه. لم برد ما هتروح. هتشوف كل الحاجات دي وحتبن لك بصورة بصورة اوضح. آآ شايفك خبر حلو وآآ وطاقة التفاؤل وحاجة حلوة جدا. نتقن بنكم فيها بمرحلة جديدة. افتكر انت هتشتغلوا عالموضوع وهتصلحوا يا اسد. مع بعض. ده فعلا صح جدا. هلام صح اللي بتعادل العاطفي للاسد. تمام. ده فعلا صح. بشكرك يا ام حياتي. امل حياتي. بشكرك. طيب. شوفوا بقى مين الشخص العمالي ينصحكم النصيح اللي مش لطيفة دي. وآآ اي حد مدخينه في العلاقة. هارجع كاني واتكلم عن الحموات. بس. ارجوكي. كل الحموات. خليكم جدا جمال. خليكم حلوين. وصعوا للخير. يعني اي زعلة تحصل حولي. يعني معلش هاتل غلط على على ابنك او بنتك احسن. عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقولوكو على حاجة. بيحبوا بعد جدا. فهتطلق. هيبقى انتم شكلكم وحش. يا في اغل هتصالكم. كده كده هتصالكم. فخليكم كده محضر خير. وصلاحوا ما بينهم. ان شاء الله ربنا يعني ربنا هيكافئكم على حاجة زي كده اكيد. ثماني. آآ محمد اتبعت على الصفحة. اوكي. ان شاء الله يا مسرين. اوكي. بشغل جديد ان شاء الله. بازن الله يا مامة وجه. ما فيش حاجة تتصلح. ما تقوليش كده يا مريم. ان شاء الله هصلحه كل حاجة. بازنه اللي هتتصلح. ده اللي انا شفتي. عايز تصدقيني صدقيني. آآ الصبر طاب. طيب الصبر طيب. اهلا بك نورك. الزروف سعور في صلح. في صلح الاسد مع عسد. آآ دي حاجة. دي حاجة. آآ اوكي. الحظ في العمل آآ نيجا. انا شفت العمل عند الاسد كويس. وهي ممكن عنده صفر كمان. مريم لو دي الحالة. لو دي الحالة حسنة جواكي طاقة مش كويسة طاقة تلبية. رح تليع الصفحة حاول سعبك. آآ 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 كلميني. نشوف ممكن ممكن احاول سعبك ازاي. كلا انك صحي جيد. انه انا مموت كيكي يا علق. بس لنيني يا روح قلبي. صح جدا يا سرسورة مش سي يا روحي. انا اتكالة تبخل. ها 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 ها. مداش عنافسك كده يا راشد. مداش عنافسك كده انت جميل. اوكي. 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 الكلام دمية المية يا جسد الكل. يا حسني بشكرك جدا جدا. اوكي. يا رب في اذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحلة. شوف انا استعجلها لمنها هادا. اللي مش متابط اصلا يا. انا شوف اسمك. اخوض. اخوض اطوان. انا شوفتها للناس اللي عندهم مش ارتباط خالص. مش في علاقة اصلا. لا مفيش علاقات ديدي. يعني السناجل سناجل. وانجوي. السناجل بليز انجوي. هنشوف المجموعة التالتة والاخيرة بورد الاسد. ايوة. ايوة. ايمن. جميل. جميل. سلام يا سلام. اوفا. طيب. ستطور مزي حلوة قوي. المجموعة التالتة. حالة امان. مش عادة الهم. ان شاء الله مش عادة الهم خالص للحالة المادية. الحالة المادية عندك حلوة جدا. ووصف ارحمة نفسك ازاي وشكلك. اعتاه رايح على مغامرة. هتعمل مغامرة. وكمان جي وصفة يا اسد. شخص تلقائي. شخص ايجابي. شخص كده عهل على طبيعته. اه عندك شوية تهور. في شوية تهور. بس شكلك داخل على مغامرة جديدة. بس تذكرت طبقه حلوة جدا. شمس طلعه. وانت مبسوط وايه. وحالتك المزاجيك وايه سبيل. الحمد لله. هنا ده في حالة ارتباط. بس مش جديدة. دي مش مشاعر جديدة. دي مش مشاعر موجودة اردي بس انت مرتبط بشريكك. فيه هنا حالة هروب بتاع صد. بتهرب من ايه يا اسد. بتهرب من ايه. شكلك عامل الحاجة غلط. وبتهرب منها. مش عايز تواجه. او على اقل مش عايز تواجه. يعني خلينا اقول مش عايز بتكون عمل حاجة غلط. مش عايز تواجه حد دلوقتي. ورحتك انت حر اصلا يعني ده هو اللي كسب. يعني لو انت مواجهتوش هو كده الكسبان لان مواجهتك صعبة جدا. عندك الشمس. الشمس سطعه وطلع ومنور الدنيا كلها. الشمس يعني فرح. يعني طاقة ايجابية. يعني نجاح. يعني صحة. حاجات حلوة قوي. واماني. ودي اهم حاجة عندي بصراحة احلى احساس في الدنيا احساس الامان. مش خايف من حاجة خالص. الحمد لله لني عندك حلوة قوي قوي. طيب. نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوة القوي الجميلة دي عشان تحتها الجزمة ده. ده بيوحيد الحسد او بستحرم. نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادة والعلاقة الحلوة اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طلعها والمغامرة اللي انت هتعملها. آآ ان في قر عمال بيحصل من وراك. آآ حصل نفسك بلاش تتكلم ما تقولش يعني معرفش هو ربنا واما بالعمل في ربك في حد بس. معرفش يعني حاول تحصل نفسك على قلب. على قلب. واحد مش عارف يعمل ايه. ومعرفش. خلي بالك ايه طاقة حسد عندك يا اسد جمداء جدا. خلي بالك او ممكن تكون وصلت بالسحر كمان. مجهود مبزول في العمل واضح جدا جدا جدا. بس ممكن تعمل اكتر. كمان ممكن تعمل اكتر. دوسوا ع نفسك اكتر شوي. ايه حد تشكله في مجال العمل. مش شرف يكون برج اسد. بس هو شخص. مخيف. مخيف. وزو سلطة. كويس? ابتكر ده عندك في العمل. ده ساتر عليه من كده. بالطبطة ازا ما هي بتعمل ده الزبط. شايفين? اتقي شره يعني بمعنى اصح. اكسبه. حاول تكسبه لصفك. اللي كانوا بقى بيسألوا بالنسبة للسناجل. السناجل المجموعة الثالثة في عندهم مشاعر جديدة. في شخص حيزهر كده. ويقدم عرض. مشاعر جديدة. لو كان الشخص ده ظهر بالفعل احنا بنتكلم في خطوبة. طلقة جدية. كنت ده مسلحته انه ازهر مشاعرك يا اسد. ازهرها. الشخص ده الشخص المناسب. ازهره. ما تخافش يعني. في عندك موت لقلم يا اسد. المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية او اي حاجة حتى الجسدية ان شاء الله فيه موت للقلم. خلاص. القلم هيروح. انا مش عارفة ده هل لانه الموضوع تعالج وخلص ولا يعني انت اتعودت على الوجع ده. بس انا حاس ان هو تعالج وان انت بقيت كويس والدنيا كويسة قوي قوي قوي. هلخص القرية. ان شاء الله تطور ما دي كويس دي بقى ان شاء الله. مفاجئ كمان. اه حالة ارتياح وامان من ناحية المدية. اه ارتباط قوي مع الشريك. في حالة هروب من موادها. الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه. بفكر عامل غلافة الكتابش الكارت ده. يعني فيه جهد مجزول جامد في الشغل بس انت ممكن تعمل اكتر. فيه هنا حالة عفوية كده. زيب انتو شاهدين ماشي بيتمختر كده ومش فرق له حاجة وشكه داخل مغامرة. موت لقلم الحمد لله. فيه شخص هيظهر نفسه. اه او الاسد نفسه اللي هو ولد يعني. هو اللي هيظهر نفسه. وهيقدم عرض اه لشخص معين. عرض ارتباط. خلو بالكم الحسد يا اسد جدا جدا العين عليكم جنبه. قوي 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 الفترة دي لان ما شاء الله الدنيا عندك وحلوة. الشخص العميف ده اللي انت تعرفه اه اللي يخوف الطريقة دي حاول تكسبه بعقلك. روده بعقلك. ان شاء الله هتقدر عليه. بازن الله يا هدير ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ربنا يتعدك وكلكو يا رب. لأ بصي انا خلاص اتدعى يبقى عندي ثقاف نفسي صراحة في المواضيع دي لان قريات كتير قلتها سواء عامة او خاصة والحمد لله الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيبعت الخير. صحي رب من حاجة فعلا انا واش عاوز اواجه انت صحي. تماميا نونة. خلاص كنتي شايفة حبيبتي ان انت مش جاهزة لمواجهات دلوقتي مش مش مشكلة. يا وسام حبيبتي انا تحت امرك بعتيني عن الصفحة حبيبتي وانا معيك يروح. بس اخلص بس اللايب. حتى تكره السحر ظهر اوه. هدي ما تخدش من حاجة خاصة. ما فيش حاجة ما فيش حاجة بعيدة على ربنا. فيش حاجة اقول من ربنا. كل حاجة تتفكر. طبعا يا رادي. هو الاسد اهو. اسد بيتكلمه. لو نتخافش من حاجة. حد يخاف. في اسد في الدنيا يخاف فعلا. فعلا يا سوما خلوا بالكو. وقلتلكو بالنسبة لموضوع الاحجار. الحجر الازرق اسمه الفيروس تقريبا. اه الفيروس ده هو ده بتاع الحسد. هتلبسوه سلسلة خاتم اي حاجة. المهم يبقى ملامس جسمكم الحجر ده. مجرد ما يتشرخ او يتكسر معناه انه هو اخد طاقة الحسد بدلت. اتاخدوه ترميك بتشتري غيره. ما تمشيش من غيره بقى. بيحمي فعلا. المثل الحاجات الكبيروية ازا ما هي القرز الزرق او الحاجات دي دي اعنا فكرة دي مش خرافات. الحجر ده ليه طاقة. طاقة بيعمل عليك عازل ان الحاجة ما تصباكش انت وهو اللي يتصاب مش انت. اللي عايزين الاحجار دي انا حط اللينك بتاع مملكة الاحجار الكريمة اللي قلتلكم عليه. وعامل خصومات هيلة جيدا بالوقت يقوله انا متعرف اميرة واشتروا الاحجار دي. للحسد هيلة. هيلة فوق الهيلة. ومش غالي على فكرة. الحجر ده مش غالي خاص. وزي ما قلتلكم هو عامل كمان خصومات كتير قوي. مساء الفل يا اناس اهلا اهلا. كله صح. طب مخدودة ليه ايه? ما تتخديش. سؤال جد هو حد لو عارفتي انه ممكن يحصل له حاجة وحشة. يقدر يغيرها. طبعا طبعا يا جيمس الدعاء اول حاجة الدعاء يغير الاقدار. لا حاجة مسلم ديها عالتنا ما احنا معي صغارين. تاني حاجة حاول تتفادى الحاجة اللي كانت هتقدي للحاجة الوحشة دي. بما ان يعني انا بديتك انذار بحاجة اكيدة هي حاجة هتحصل قبلها. فانت غير الخطة. طبعا الدعاء بيغير الاقدار كتير. نافي نافي نافي. اوكي اه غيره لو انا مش هعمل بلوك لحد ولا ايه. يا راشد انت بتتنكد تعمل بلوك يا ابني انا محبش عارفك عمل بلوك لحد خالص. الا لو خرج عن اللي خطبت. غير كتا اسبهم. حتى اللي بيقول لي يعني حاجة اللحشة بيقولها دي. ما كان من الاخلاق تعمل ايه لمقومة السحر. آآ صورة البقرة. ليها تأثير عظيم في الموضوع ده. في السحر والطاقة السلبية واي حاجة سلبية اي حاجة وحشة. صورة البقرة ثلاثة ايان بيستطيع تسمعها مش شغالها وتنشي. تسمعها كويس. في آآ ادعية معينة وآيات معينة بتتقل التحسين ضد الحسد. ياريت بتتقل باستمرار. بخور المستكة. كويس جدا. انا بس تعمل كل فترة والتانية لازم اعمل بخور المستكة ده في البيت وتفتح الشراريت كلها. آآ برضو بيقاوم السحر وبيقاوم الحاجات. طبعا الصلاة والعبادات اللي بيبقى بيتعبت ده وبحالة روحانية. فاهمين قصدي في فرق بين الصلاة ان واحد بيقوم بفرد. وبيردد كلام وبيعمل حركات بدون روحانيات وبدون خشوع. وبين حد بيصلي بقلبه. فاهمين قصدي? آآ اللي بيصلي بقلبه طبعا حاجة تانية. الطاقة فعلا بتبلاك. فلما نصلي نصلي بقلبنا فعلا. ان شاء الله طبعا دي بتحصل ان كل حاجة وربنا طبعا قادر على كل شيء يحصانا وكل حاجة. وفينا مع النسبة ففل حديث.